أملاً في المساهمة في بناء عالم أفضل يضع شباب وفتيات بصمتهم في قضايا ملحة من بينها تعليم الفتيات ومواجهة أثار تغيير المناخ نتابع حكايتهم حكايتهن تنوعت هؤلاء الفتيات يخططن لإيجاد حلول لدى مريم مشروع لإعادة التدوير ومكحة تغير المناخ أما داريان فتريد أن يكون للفتيات صوت مسموع عبر الحق في التعليم وهي تسعى للمساهمة في جهود تضييق الفجوة بين الجنسين مبادرت حول البيئة شاهدت حجم الضرر الذي لحق بالطبيعة التي تحضننا وفكرت في حل وأعمل على مشروع إعادة التدوير بالتعاون مع مجموعة الإمارات للبيئة وأنا واثقة من أن ما أقوم به سيساهم في التخفيف من وطأة التغير المناخي أدربت في سن مبكرة وأنا طفلة مسألة عدم المساواة بين الجنسين التي تعاني منها في مناطق عدة حول العالم قررت أن أفعل شيئا حيال ذلك وبدأت الانضمام لمبادرة تعليم الفتيات عملت على نقل قصص فتيات إلى بقية زملاء الطلاب وأنشتلات خاصة بالتعاون مع نوادي من جميع أنحاء العالم فقط من أجل إزالة الحواجز التي تحول دون الحق في تعلم الفتيات وهذه الفتاة تخصص الساعات من وقتها متطوعة في أحد مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة أنا متطوعة في مركز تندر هارتس للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وفئات مثل أطفال التوحد وهؤلاء تتراوح أعمارهم بين الثامنة وإثنان وعشرون وخصص أربع ساعات أسبوعية لمساعدتهم على فهم الأشياء من خلال نشاطات متنوعة هؤلاء الطلاب يتم تأهيلهم فكرياً ليتمكنوا من تنمي حديد مسارهم سواء تجاه المسئولية الاجتماعية أم الأكاديمي حيث يشخص مستشارو مجموعة هالة تعليمية قدراتهم مع تقديم استشارات القبول للابتعاد في الجمعات الأمريكية أعتقد أن تحديات كثيرة تواجه الطلاب لسيما في الأجواء المسيطرة حالياً للدراسة في الولايات المتحدة ونحن ندعم الطلاب المبتعثين من الشرق الأوسط لأمريكا بتوفير الدعم الكامل إلى هذه الشريحة المجتمعية المهمة هذا جانب أما الجزء الآخر فيتمثل في مهمتنا حيث يتم تعيين مستشار تعليمي لكل طالب للتوصل إلى أنسب جامعة تتوافق مع رغباته وميوله وتطوير قدراته وطموحاته في العمل المجتمعي وإحداث التغيير نحو الأفضل داريان كايتشري ومريم وشباب آخرون لم يتركوا مجالاً لأن يتسلل العدز والإحباط إلى نفوسهم فلامست مبادراتهم هموماً حياتية كواقع اللاجئين وفئات في المجتمع والمساواة بين الجنسين والمناخ خطوة جديرة بالاهتمام تؤكد أن الشاب اليوم متى ما وجد الفرصة فهو قادر على إثبات جدرته من دبي لليوم على الحرة مصطفى سوكحال وللمزيد ينضم إلينا دكتور عبد بيدس رئيس التنفيذي ومؤسس مبادرة التنمية الإنسانية المستدامة أهلا وسهلا بك معنا دكتور في هذا اللقاء أشكركم على الصدافة لا شكرا على وجب طيب دكتور مبادرة بيطاموحك كما تبعنا في التقرير كيف تقيم مدى فعاليتها في المجتمع اليوم في طموحات كثيرة هناك العديد من المبادرات في العالم العربي وخصوصا في دول الخليج العربي والأردن ظهرت من خلال طموحات فردية بعض الطموحات الحكومات العربية لكنها لم تخرج من نطاق المبادرات الأرض الواقع بقيت في ظل الطموحات وما تم إنجازه بشكل محدود لم يندرج في التنمية الحقيقية للمجتمع بالذات فيما يؤثر على الشباب إيجابا وهذا اللي خلانا بالنسبة لمنظومة التنمية الإنسانية المستدامة اللي عملنا عليها وهي الشراكة بين منظمة الأسرة العربية والمنتدى التطوير الهوية المؤسسية نبني منظومة اقتصادية مجتمعية تدرج في أولوياتها الشباب كأساس في عملية البناء والتنمية الحقيقية في المجتمع طيب دكتور يعني من خلال متابعتك الميدانية ما هي أبرز المبادرات التي لفتت نظرك في مجال إذا ما تحدث عن حقوق التعليم المساواة أيضا وصولا إلى البيئة وتحدياتها هناك العديد من المبادرات الطموحة خصوصا في الإمارات ودبي بالذات التي ظهرت على الأرض الواقع لكن احنا تعدين شوي من المبادرة الحقيقية إلى مبادرات احنا طورناها أيضا في منظومة التنمية الإنسانية ألا وهي حاضنات أجياء للمستقبل ومعسكرات دوبي أو بالأحرى ديرتنا التي تركز على انخراط الشباب في المجتمع وتجمعهم في معسكرات ميدانية مع المسلسات الاقتصادية ومجتمع التي تسهم في عملية دراسة طموحاتهم وسد الفجوة ما بين المتطلبات ورفع من قدرات امكانياتهم لصبحوا فاعلين في المجتمع المحلي لا للخروج منه دائما أكبر مشكلة لدينا في العالم العربي خصوصا بالنسبة للشباب وين المستقبل ويننا نروح بكرة وهم جيل المستقبل هم الأمل في المستقبل لكن للأسف الشديد ما أعطوا الأولويات السياسية أو الاقتصادية وحتى الاستثمارية كان وما زازة نظرهم أنه هم الفئة الغير مؤهلة للعمل وهذا جدا له أسبابه لسبب أن المخرجات العلمية لم تنجح أو تفلح في مواقمة المخرجات مع المتطلبات الاقتصادية والسوق المحلي بالفعل هذه مشكلة كبيرة جي رجب مخرجات التعليم لا تتناسب مع متطلبات سوق العمل الحالي بالفعل فالمعسكرات اللي نبتدي إنوائم بين المدخلات التعليم العالم ومخرجات التعليم ليصبح في قيمة لهذا الطالب عندما يتخرج طيب هذه المعسكرات دكتور يعني تم تطبيقها فعليا الآن؟ بلشنا الآن في انطلاقتها بإذن الله تعالى من أول المعسكرات رح تم البدء في عملها في لبنان رح يكون في معسكرات أيضا في الإمارات إن شاء الله بداية العام القادم اللي تسهم في عملية الدمج اليوم معظم المؤسسات الاقتصادية وأصحاب رؤوس الأموال لا توجد الثقافة فيما يتعلق في دمج دور الشباب في منظومة العمل والاستثمار فلم تأخذ فيهن الاعتبار هذا أيضا ترجع علته أو مشكلته للتعليم العالي ما ربط نفسه في المنظومة الاقتصادية ما ربط نفسه من خلال برامج البحث العلمي والتطوير الفعلي اللي أقدر من خلاله أنمي اهتمامات الشركات في الخريجين عندي من الجامعات المعسكرات هذه رح تسهم في عملية سد هذه الفجوة وبزلاح أنه دائما ربما قضية أو مسألة الخبرة المهنية تقف دائما حجر عطرة في طريق أي خريج جامعي جديد أكيد وهذا ما يجعل ربما الكثير من المؤسسات الاقتصادية التي تتحدث عنها تعزف عن دعم هذه الفئة الشبابية كيف يمكن تجاوز هذه العقبة؟ يمكن تجاوز هذه العقبة بداية عملية دراسة الشباب وهم في الجامعات في الفرص الاقتصادية التي تتوائم مع متطلبات دراستهم يعني من أساسها حتى مشاريعهم التخرجية تكون مشاريع يمكن تقيب في هذه الأرض الواقع تكون حقيقية ميدانية احنا أحد البرامج اللي طورناها أيضا في أن الطالب اللي بيدرس احنا اليوم بالجامعات في العربية وكثير من دول العالم الطالب بيتعلم وبيوقف لكن بتنقصه المهارة وبتنقصه الخبرة فاليوم النظم التعلم الحديثي طورت تعليم الطالب ودمجته مع المهارات يقدر يكتسبها وهو في الدراسته بالجامعات فعندما من خلال مواقمتها من خلال دمجه في برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات هذه أهم نقطة بالفعل صحيح وهذا للأسف الجديد للجامعات كيف يمكن دمج الخرجين أو الشباب الآن ثقافيا فكريا يتحملوا ربما المسؤولية الاجتماعية مستقبلا الشباب اليوم عندهم القدرة الرهيبة لتحمل المسؤولية الاجتماعية وهذا بتشوفيها من المبادرات الفردية للشباب حتى صراحة أفكارهم رائعة جدا تحتاج الدعم بس محتاجين الفرصة من اللي يأخذ بيدهم اليوم إذا أنت ما أخذت من يدهم أصحاب القرار اللي هم الاقتصادي والسياسي والاستثماري من وين تكتسب الخبرة تبعته تيجيك اليوم شباب يقول لك شغلني مجانا بس أكتسب خبرة عندك هذه الخبرة كان لازم يكتسبها هو على الكرسي الجامعة تعتقد أنه صار فيه الآن توجه فعلي في هذا المجال؟ إلى الآن للأسف لا لكن وهذا اللي أخذناه في عين الاعتبار في مبادرة التنمية الإنسانية المستدامة من خلال البرامج حاضنات أجيال المستقبل أوجدنا شيء اسمه أيضا مراكز التنمية الإنسانية المستدامة في الجامعات اللي نبتدي ندمج الشركات من خلال برامج بحث علمي وتطوير مسؤولية اجتماعية ليبتدوا يستثمروا في رفع كفاءات الأفراد ليصبحوا قادرين على طعجية في مجتمعاتهم وتأهيلهم لسوق العمل مستقبلا بالتوفيق لمثل هذا المشروع أكيد المهم جدا في دفع عجلة التنمية أشكرك جزيلا شكر دكتور عبد بيدس رئيسة تنسية المؤسس مبادرة التنمية الإنسانية المستدامة شكرا لك دكتور على هذا اللقاء مشاهدين نبقى مع الطموحات والأحلام ما لذى لديك يا عمر شكرا لبنا في الحقيقة في الواقع لدي قصة نجاح بطلات الشابة إماراتية